يحصل انتصار جزئي او رمزي ينقض به ماء وجهه ما معنى عشرة الوية نفكره سيد العميد عشرة الوية يعني كل لواء فيه تقريبا اه قديش اربعلاف اضربعلاف العشرة اربعين الف يعني اليوم اه الكيان المحتل يعزز اربعين الف صفوفه باربعين الف جند جندي في غزاي وعنده وعنده زادة لواء موجود اربعلاف خرين موجودين في جنين تو وعنده زوز فرق هذوكم ثبتهم ثبتتهم المقاومة اللبنانية لا يتحركون يخافوا من هجوم مفاجأ من المقاومة اللبنانية ثبتوا يعني زوز يعني ما تماشي استراح ما تماشي يسموه باللغة العسكرية يعني اكد تعويض القوات المقاتلة خطر لابده يعني اجي وقت نسح بقوات وحطوا مكانها قوات فرشكة قوات قادرة على القتال حتى الترتاح القوات هذيك وتعاود تعبي داخلتها وتعاود تعبي مأونتها وتعاود وتحذروا على القتال ثم ترجع اذا عموني ما شفت انا قتال كيمهاكاية بصراحة يعني الحروب كل شفت اليوم لما اوكرانيا فعلت نفس الشيء بدأت القوات الاوكرانية تستسلم وحدها يعني كتائب كاملة تستسلم القوات الروسية لانها لم يتم تعويضها منذ سنتين في هالعشرة الوية هذية في يوم واحد يعلن الجيش المحتل عن اصابة 25 عسكري في معارك قطاع غزة يقول في 24 ساعة جريحة 25 عسكري اضربهم في 3 ديما مع الاسرائي يقول ديما اضرب في 3 ديما وان يقولوا رقم اضربوا في 3 هاليفي يقول بالنسبة هم يتكلموا يقول انا اقتلنا اثناش ويصورهم يقول اقتلنا خمسة ويصورهم يقول اجرحنا خمسةاش ويصورهم ها الفرق بين الاثنين اش قلت لك انا خمسة وسبعين مايش خمسة وعشرين وماذا بقي في غزة بشيكون فيها عشرة الوية بقيت فيها مقاومة لم يرى العالم مثلها من رباطة جائش بالطبع هذا هو شبقاء يعني هجروا في السكان من هنا لكن المقاومة ثابتة وهي التي تقتلهم وهي الذي لم يجدوا معها حل لهم بي سيد العميد قتلك هاليفي رئيس اركين جيش الاحتلال يقول ان الحرب في قطاع غزة ستطول وقال هذية في اطار تفقد قويته في مخيم الجبال يا شمال قطاع غزة قال نهدفه الى قتل اكبر عدد ممكن من قادة الفصائل الفلسطينية وتدمير البنية التحتية في القطاع للضغط من اجل اعادة اسرانة قال نحن مستعدون اليوم للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر لاستعادة المختطفين الاحياء وجثث المختطفين الموتى من اجل دفنها في اسرائيل شكران كذاب كذاب لصبب مسيح يعني كيفاش مش تمنع الاسران تاعك بالنار فانا لم اراها في الحكاية الموضوع ذايا بصراحة اخر فرضنا سيدين لا قدر الله وصلوا الى 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 الاسر سيقتلونهم معهم شحية مستحيل علي وعلى اعدائي اذا هو شكران باللغة العبرية كذاب ويبيع الوهم لشعبه واليوم انا مش هذك اللي قرني اللي قرني بعض الدول العربية اللي صدقت امريكا ملاحظوش امريكا ساكتا ولا كلمة ولا كلمة بالطبع لانه الهروب الامام ذا عرى كل شيء مو قالوا لا وحنا ضد اسرائيل والمفاوضات واين هم الان اليوم بلينكين يبحث امام الكونغرس يبحثوا فيه طارشو انا بحث كبير البوليسية اراه طارشو قالوا قالوا امريكا لم يضعفها احد كما اضعفتها انت يا بلينكين انت ورئيسك اذا ما النواب راو ليش قالوا له حلتنا زوز حروب وخسرناهم لثني لفتحت علينا واجهتين كنا خسرناهم فيهم وضعفونا لثني شقاق يضرب منه ومنه راهو تنسيش مش كان عند الصهاينة عند الامريكان اتهامات في قلب الحكم الامريكي لما يقوم سيناتور يبحث لجنة الدفاع والامن في امريكا ويقول لبلينكين انت ورئيسك تسببتم في ضعف امريكا ويعني اضعاف امريكا وتسببتم في دخول واجهتين خسر علي الاثنين وسيتكون لهم تدعيات خطيرة على امريكا وقوتها في خبر اخر يقتحم وزير الامن القومي للكيان بن جفير صباح اليوم المسجد الاقصى لأول مرة منذ طفان الاقصى لم يقتحم وادل بتصريحات طبعا توعد فيها حركة حماس وهاجم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وكان اقتحام غير معلن عنه مسبقا وسط مرافقة امنية وشرطية الشديدة ومقطع الفيديو اظهر احد مرافقي يؤدي تقوصا تلمودية في المسجد الاقصى هذه نجيبولها دكتور مازل شريف يكلمنا عن التقوص التلمودية لكن اجيبكي بالرجوع للتاريخ عندما فعل شارون عندما دخل المسجد الاقصى ماذا حدث في العالم انتفاضة زعزعت العالم وقتها والان يستفزون ربما يصير شي لكن هذي انسان بالحق راهو كل يوم يثبتلي انتبع فيه هذي سبنكفير فهمتني انسان متشنج وصل اجي بد السلاح على على مواطنية في بالك كله اجي بد مسدس راهو زراد الفعل ضيقوه مواطنية اجي بد عليهم مسدس دليل على انه ارهابي السيد هذا راهو ارهابي خارج من السجن ويعني بفضلها الحزب دي انتع المستوطنين والمتطرفين وصل معناها وزير امن قومي اذا انا اقول اخويا السيدة دي ان شاء الله سيكون احد اسباب انكسار وتهدم البيت الاسرائيلي وعلى من فيه سيسقط على من فيه في تغريدة ليها على تويتر اليوم منصة اكس يقول زرت اليوم بمناسبة عيد الفصح وسعدت الى هذا صباح الى جبل الهيكل يقصد به المسجد الاقصى وقال اقدس مكان لشعب اسرائيل والذي يخص دولة اسرائيل فقط الحديث هنا يطول ولكن ديما نمشي الاستراتيجي في الموضوع ذي انا راني نحب ديما نشوف الصورة من فوق نشوف توا كي نشوف وسائل اعلام تلك ونشوف التخبط والتشقق ظاهر العيان بين ديما حتى في تصريحات انت عندك كلمة نقول لك فيها ديما وتحبها برشا قلت لك اي دولة تحافظ على مربع يسموه مربع الاستقرار اذا تمس مربع الاستقرار فان اسس الدولة تتهدم وانا اراك خبيدي استراتيجي هذا المربع مربع اللي بنوه من عام 47 المربع الاستقرار بدأ يتشقق وتشققات خطيرة اولا الشعب ثائر سردية الاستقرار يعني تك صح انا نقولها على الدول اللي كل رأى لابد من الحفاظ ريت وقت نتكلم على الاعلام كلهم متكلموا كما تحبوا لكن ثم حاجة ما تمسوا هاش لاني كانت تمس رأي عندما تسقط الدول لا تقوم ثانية عندما تسقط الدول يا سماح لا لن تنهض علشانا يقول لكم مش يمشيوا هذوما لا يا سيدي ماستحقوش مش نعرفون يمشيوا عندما تسقط الدولة فانها لن تتمكن من النهوض ثانية الانظمة تجي وتمشي لكن لابد ان تبقى اساسات الدولة متواجدة ولكن انا ليأراها الان اساسات الدولة العبرية قاعدة تتغرب من الداخل ويضربونهم يكسروا فيها بايديهم سبحان الله في القرآن موجودة الاية ولكن انا ارا هاته الاية القرآنية اراها على الميدان كخبير عسكري وستراتيجي يعني اوسوس الدولة العبرية قاعدة تتحطم ويحطموا فيها اولادها فيديو على على منصة اكس وتم نشره من عند الجندي هذية في انستغرام يالفيديو فيه جندي عدو يحرق نسخة من القرآن الكريم وسط المسجد في شمال رفح حسب ما يقول الاعلام العبري ووسائل الاعلام العبرية تقول عبر تيليجرام الى ان هذا الجندي نشر الفيديو عبر خسابه الخاص في انستغرام اثناء قيامه بحرق القرآن الكريم وحرق بعده المسجد جندي من لواء جبعتي سماحة انت في العادة تسأل فيها انا بش نسلك هل قرأت الدول المطبعة او ورأت هذه التغريدة ورأت هذه الصور الشانعة فقط منيش بش نجاوبك بش نقول لك في هالدول المطبعة هل هناك مسلمون يحافظون على دين الله وعلى القرآن الكريم ويحز في نفسهم كما حزت في نفسي هذه الصور قبل لما متطرف السويدي حرق القرآن العالم الاسلام يشعل أنا لقد امدهجني اليوم هذه الدول المطبعة لماذا صمتت هناك دول تقول انها حافظة لكلام الله وحافظة للقرآن الكريم وحريصة على طباعته وتوزيعه في العالم اذا يا سادة ما موقفكم مما رأيتم انه كتاب الله لم حرقه حرق ورقا لم يحرق كتاب الله الله حافظ لكلامه معنى قوى الارض كله متى جامش تحي منه حرف ولكن رمزية الفعل اين انتم اين بياناتكم اين يعني تنديدكم على اقل على اقل انا عبد متواضع لست دولة ولكني اغيره على كتاب الله واغيره على ديني لماذا لماذا انا بالحق راه وساعات يعني بصراحة لا افهم كيف منا نفهمش نمر درا تعرف كيف منا نفهمش ملاينا صغير كيف منا نفهمش نمر فعلا لماذا هذا الصمت لماذا تتصرفون بهذه الطريقة هل هي مصالح لا اظن هل هو خنوع لا اظن فينا ما زالت فينا شعرة النبي نقول وحنا ما زالت فينا نخوة العربي المسلم بصراحة لا افهم لا افهم واضح وحنا قلنا القرآن محفوظ عند ربي سبحانه لكن توكيف واحد يقول كلمة في اسرائيل ولا واحد اسرائيلي يرجم معادات السامية وارهاب وسجن حتى في دول العربية نواب نواب في فرنسا اليوم يواجهون تهما خطيرة بمعادات السامية منحكيوش على المواطنين ما فماش حويجها عندهم اسمها المس بالمقدسات والله قالها شراك بل وكان صوته مشيدي هذا مقدس وهذا مس بالمقدسات شوف مشيت طبقة سياسية كانت رائعة قبل الشراك قال نفسك ما قلت انتي قال لا الحرية تقف عند المس بالمقدسات ولكن فرضوا علينا و يعني اخضعونا مع الاسف شديد و فرقوا بين الشعوب والحكام ونجحوا في ذلك ولكن اليوم تعرى كل شيء وانا ارى المستقبل بعين حالمة نظرة الاستشرافي الخبير الاستراتيجي انا مستبشر جدا بما سيحدث راول يا سماح الامور لا تقاس بالاشرب لأيام التغيرات هذه تتطلب وقت الثورات لما تصير ساعة تقعد مية عام باش الامور تركح اذا انا مستبشر لما اراه لاني منذ ولد لم اراه تسارعا في تغيرات حركة التاريخ كما اراها اليوم صحيح يعني اليوم انا مستبشر لاني اراه الشيء على مستوى الكرة ارضية على مستوى العالم الحر على مستوى الشباب واتمنى اتمنى دعوتي كانت للكتيبة وللشباب العرب بالاستفاقة وانا سعيد بهم جدا على تعليقاتهم لان تدل على انهم اصبحوا يكتسبوا وعيا واشدوا على يديكم واحييكم تحية يعني العسكري الذي قاتل من اجل بلاده ويعني دافع من اجل بلاده انا اقول لكم يا شبابنا شباب تونس يا شباب العرب جاء وقتكم فقط اطلب ممكن الصحوة ان لا يلعبوا بعقولكم ولا يؤثروا فيكم وارموا تلك الترهات وكلا ليجيكم في التليفونات يعني افرزوا بنا الغفث السمين رأي ثم امور مسمومة يقدموا هيكم لكن انا لي ثقة في وعيكم انظروا على القد اسمعوا ما اقول لكم اسمعوا جيدا وانا سعيد لانكم اصبحتم تفهمون قانون اللعبة وتفهمون ما يحاكوا لنا يعني في البيوت المظلمة وان شاء الله انا مستبشر خيرا بمساق من جهة اخرى الكيان يقول انه سيطر على ما لا يقل عن نصف الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر والتي يبلغ طولها حوالي 14 كيلو متر راديو الجيش المحتل الجيش العدو يقول ان القوات الاسرائيلية تسيطر على نصف الحدود الجنوبية مع مصر سيد العميد وضعف جيش العدو وعدد الالوية العاملة في منطقة رفح بحسب التقليل الاذاعي اللي رفض الجيش الاسرائيلي التعليق عليه مش يذاكي اللي غاضمي مرة اخرى محور في لدل اللي غاضمي انا البارحة لما رجعت من عندك حليت القنوات المصرية علي اتلقى ردا عما يحدث ولا كلمة ما انت بتحبش كلمة استغراب انا بش نقل توم الاستغراب للشك لانه ولا كلمة كأن الصهاينة لم يدخلوا بدباباتهم محور في لدل البعض يلوم علي يقول انت يعني لا تهاجم يعني مصر بالقدر الكافي انا نقولهم راول الاستراتيجي المحنك يفهم الامور قبل ان يتكلم دائما يعني لابد لي ان يكون عندي فكرة واضحة انا سانقل الان الاستغراب الى الشك لان اصبحت الامور مريبة كيف دبابات تتنقل وانا عسكري اعرف ما معنى دبابات تتنقل على مسافة السفر من حدودي حتى ولو ما فماشي اتفاقية يعني اتفاقية مشتركة نحترمها لاثنين جزوز دول جيران تحركت دبابات احد الدول على الحدود الدولة الاخرى تعتبر ذلك هجوما مباشرة عليه انا البارحة لم اجد كلمة واحدة في الاعلام المصري لقيتم اتكلم عن الكرة ويحاولون تفسير القرار ادخل الاعلام المصرية فقط لتفاديا مدرش نوة يعني كلام لا يقبله العقل ما معنى هذا يعني بصراحة سانقل استغرابي الى شك وريبة فيما يقع فكأن الامور مدبرة مسبقا بين الجهتين بصراح ممكن ان تكون مدبرة مسبقة شوف من استغراب نقلت الشك وما زلت ابحث الى ان اجد الحقيقة وعندما اجد الحقيقة مش ساكون قاسي سترون الوجه الذين الذي لم تروه منذ منذ سبعة شهر